الحمد لله من العالمين الرحمن الرحيم نالك يا مدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن نبينا وسيدنا من حمد عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون أغنئكم وأغنئ نفسي في دخول العشر الأواخر من رمضان المباركة التي يصب الله فيها الخير صفا على المسلمين ويسلك الله من الشرور والآبات عنهم ما لا يحسنه إلا الله عز وجل فتعرضوا أيها المسلمون لرحمة ربكم بطاعاته واجتناب معاصيه وإن القيام سيبدأ في هذه الليلة إن شاء الله تعالى وسيتوقف الوتر مع الترويح في هذه الليلة فمن أحب أن يصلي مع الإمام وذلك مما يرغب فيه ومما يحث عليه وفي ذلك خير كثير فيؤخر الوتر مع الإمام ويوتر معه في القيام فإنه جاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وما تقرب أحد إلى الله عز وجل بعد الشهادتين وتحقيقهما إلا بمثل هذه الصلاة الفرائض وكذلك النوافل فما من عبد يسجل الله سيدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها الخطيئة فتقربوا إلى الله أيها المسلمون فمن أراد أن يصلي التهجد والقيام مع الإمام فذلك خير كثير وصلاة الليل أفضلها أفضل صلاة الليل ما كان في آخر الليل وقت تنزل الرب تبارك وتعالى كما يليق بجلاله إلى السماء الدنيا ومن لا يستطيع أن يصلي الوطر مع الإمام فله الخيار أن يصلي بعد التراويح في المسجد أن يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يوتر في المسجد النبوي وإن أراد أن يوتر في بيته فإن ذلك أيضا من العمل المقرب وصلاة الرجل في بيته كذلك مثاب عليها ومأجور عليها ومرغب فيها فبادروا أيها المسلمون وأروا الله من أنفسكم خيرا وإن قيام التهجد إن شاء الله سيكون في هذا المسجد المسجد النبوي في الساعة الواحدة بإذن الله عز وجل أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا والمسلمين لقيام ليلة القدر فإنها ليلة عظيمة من حرمها فقد حرم خيرا كثيرا من حرمها فقد حرم ومن وفق لها وفق لكل خير وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر